رئيس السيسي يونيبو وزير الدفاع لوضع إكليل الظهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بأوامر من بايدن البنتاجون يقيد الهجمات بطائرات مسيرة خارج أفغانستان وسوريا والعراق تمانية وتسعون قتيلاً وستمائة وخمسة عشر جريحاً في حصيلة جديدة للانفجارات في معسكر للجيش في غنية الاستوائية الرابع صباحاً في القاهرة الثانية بتوقيت جرينيتش موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلاً بكم في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الظهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وقام وزير الدفاع يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسة بوضع باقة من الظهور على النصب التذكاري للجندي المجهول أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس داندياس على متانة العلاقات المصرية اليونانية وأواصر الصداقة التي تجمع البلدين على الأصعدة كافة جاء ذلك خلال استقبال شكري نظيره اليوناني حيث تناول الجانبان سبل تطوير مجالات التعاون بين الدولتين كما تبحث حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل حيث أبدى الجانبان ترحيبهما بمستوى التشاور السياسي لتنصيق المواقف تجاه كل تطورات كافة التي تشهدها المنطقة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ناد برايس إن على الحفيين إظهار استعدادهم للانخراط في عملية سياسية لتحقيق السلام في اليمن يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة الحفيين مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية وقال برايس إن تلك الهجمات ليست من أعمال جماعة جادة بشأن السلام مضيفا أن الهجمات غير مقبولة وتعرض المدنيين للخطر يستأنف مجلس النواب الليبي اليوم جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة جاء ذلك بعد أن انتهى البيبة من اختيار أسماء حكومته ورفعها إلى البرلمان الذي يعقد جلساته في مدينة سيرت فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن قيودا على شن هجمات بطائرات مسيرة خارج مناطق الصراع وهي أفغانستان وسوريا والعراق وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن أي ضربة تم التخطيط لها ضد المجموعات الإرهابية خارج أفغانستان وسوريا والعراق ستحال إلى البيت الأبيض للحصول على إذن الرئيس بايدن قبل تنفيذها وقال كيربي إن التوجيهات تم توزيعها لتوفير رؤية شاملة بشأن العمليات العسكرية المهمة أعلن الدوان الملكي السعودي أن الملك سلمان وفق على عدد من المبادرات التي تهدف إلى مساعدة الأفراد والمؤسسات العاملة في قطاع الحج والعمرة وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المبادرات تهدف إلى التخفيف من الأثار المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا مشيرة إلى تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة لمدة ستة أشهر ارتفعت حصيلة ضحايا سلسلة الانفجارات التي شهدتها غنية الاستوائية إلى ثمانية وتسعين قتيلاً بينما يواصل متطوعون البحث وسط الأنقاض عن جثث الضحايا وأصيب نحو ستمائة شخص جراء الانفجارات التي بدأت بنشوب حريق في قاعدة عسكرية بمدينة بات الساحلية شاهدين كان هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الموجز وفي النهاية نحيط علم سياداتكم بأن تردد أكسترا نيوز الجديد هو 11.785 ومعدل الترميز 27.500 ومعامل الاستقطاب رأسي شكراً لكم